سلام عليكم خوتي اخوتياتي نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير انتم كتشاهدوا كرحب جميع المتابعين اوفياء القناة صوفيا شانيل اللي هي قناتي وقناتكم واحتل لتصادف الاول مرة بالقناة ماين ساشي تابونه وفعل جرس باش يصلوا دائما جديد القناة والاخبار كيف كتعرفوا يوميات غزلا بالامارات سبق لها تعرضات للضرب والعنف من طرف الزوج ديالها وسبق لها تقدمت بشكاية ولكن دخلوا اطراف لهم التانوية وقدروا انهم يصلحوهم ولكن تفاجأنا بعد ساعة يوميات غزلان بالامارات كتحط ستوري كتحط فيه نداء لجميع الجمعيات الانسانية والحقوقية داخل الامارات وداخل المغرب وكتقول انا اسمي غزلان يحيا اناشدكم تم التعدي علي بالضرب اول ما وصلت الامارات اليوم صباحا وترضي من البيت بدون لبس ولا اولادي وان سبب الطرد ديالها هو الخيانة وانها حاليا في مركز الشرطة بدون اي شيء كتطلب المساعدة وكتطلب من الناس انهم يساعدوها وانها ما غداش تسكت على حقها وانها غدتاخذ مجراء القانون مرة تانية في هاد القادية يوميات غزلان بالامارات كتأكد انها في حالة مريبة وكتأكد ان لو لسطر الله لكانت وقعتش جريبة وكتناشد جميع السلطات المغربية والاماراتية باش يوقفوا يساعدوها قبل ما توقع فعلا الجريمة كتأكد على ان ولدتها صغار ما تبغيش توقع لهم اي حاجة وهذا هو الاهم غزلان بالامارات كانت فعطلة في المغرب جد سعيدة كتشارك معنا سطوريات ديالها وخارجاتها اشهاراتها والكل وهذا الشي اللي فاجأها بعد دخولها الامارات كانت منو ان هاد هاد الواقعة هادي تخرج على خير كيف كنقولو وتاني حاجة واللي اهم ان الولاد ما يتدرش في هاد العلاقة هادي كان اكد وكان عود نطلبكم لايك واشتراك باشو وصلكم كل جديد القناة وإلى الفيديو المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة